يعمل وفقا بإيديولوجيا يدعي أنها مسلمة وإسلامية ولكنه ليس دولة وليس إسلاميا هناك الإرهاب وهناك الدولة المصغرة إذا ما قتلنا تنظيم دولة الإسلامية على أنه دولة مصغرة المسألة سهلة ولكن عندما نقاتل تنظيم الدولة الإسلامية على أنه منظمة إرهابية تزداد والمسألة صعوبة لأن هذا التنظيم ليس عراقيا وليس سوريا بل هو منظمة إرهابية عالمية والتقنيات التي يستخدمها هذا التنظيم متقدمة من خلال استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا اليومية للتواصل ولتجنيد الإرهابيين من كل أنحاء العالم كل هذه التكنولوجيا متطورة ومعقدة مثل ما اكتشفنا من المستندات والوثائق والأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ومن خلال ما تم الكشف عنهم من معلومات لسوء الحظ لم يبذل ما يكفي من جهود من أجل مكافحة تجنيد المقاتل إلى الأجانب الذين يعبرون عبر تركيا إلى العراق ولم يتم مكافحة تهريب النفط وغيره من التراث الذي تم تهريبه والإتجار به ونأمل أن تبذل الدول ما يكفي من جهود من أجل منع كل ما يتم تهريبه وما يؤدي إلى مزيدا من القتل في العراق وسوريا بالتأكيد بدأنا عملية إصلاحات لأننا نخوض الحرب وفي الوقت عينه علينا أن نتحمل المسؤوليات في الداخل هناك 16 من أصل 18 محافظة تعيشوا بالسلام ومن دون حرب يتوقع الأشخاص فيها الرفاه الاجتماعي يتوقعون الحصول على الخدمات يتوقعون بناتحتية ويتوقعون وظائف وعلينا أن نلبي الإحتياجات وذلك كله في سياق نشهد فيه المشكلة المالية حيث انهارت أسعار النفط ولم تنخفض فحسب لم يفهم الجميع لماذا ولكن ينبغي أن نحذر انهيار الأسعار قد يؤدي إلى انهيارات أخرى فهو انهيار قوي وتداعياته كبيرة على دول منتجة للنفط ونتيجة مثل انهيار حجيرات الدومينو إذا ما سقطت أو انهارت دولة ستنهار الأخرى وبالتالي فإن التداعيات ستتضاعف على الاقتصادات الأخرى وعلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى في العالم علينا أن نعتمد الإصلاحات لقد بدأنا الإصلاح الأول في القوات المسلحة منذ سنة ونصف أول ما فعلته عندما وصلت إلى منصبه هو إعادة هيكلة القوات المسلحة وقد فعلنا ذلك وبعد أشهر من ذلك انعكست إعادة الهيكلة هذه في الميدان لقد ضيقنا القناق على الفاسدين وبات الجيش أكثر فعالية ومستعدا لدفاع عن بلده وقد برهنا عن النجاح بات الآن الجيش عنده ثقة بقدراته وبعد أن حررنا الرمادي تفجر تنظيم الدولة الإسلامية ما يقارب مئة عرب وبعض منها كان فيه ما بين مئتي وثلاثمائة كيلوغرام من المواد المتفجرة لاستهداف جنودنا ولكن التنظيم لم ينجح في السابق لكان هذه التقنية ستنجح وستؤدي إلى هزيمة الجيش وهذا ما حصل في الرمادي عندما استخدم تنظيم الدولة الإسلامية في مساحة ضيقة ووقت قصيد هذا الأسلوب حيث فجر العربات وأدى إلى انهيار الجنود إنما الآن بات عندنا ثقة في الجنود والجنود بات عندهم القدرة على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الإصلاحات متعددة إصلاحات اقتصادية إصلاحات من أجل مكافحة الفساد وهي مهمة جدا وتتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية فمن دون مكافحة الفساد لن يكون هناك إصلاحات اقتصادية لقد انطلقنا إذن في مسار الإصلاحات وعلينا أن نحافظ على الاتجاه الواحد في السابق كان هناك التحرير في العراق كان هناك الاقتصاد الحر ولكن في كل مرة تقطع الحكومة خطوة إلى الأمام كانت تقطع خطوة إلى الوراء وبارحت مكانها الآن علينا أن نحافظ على الإصلاحات وأن نستير نحو الأمام من دون عودة إلى الوراء وأن نحن نشجع الاستثمارات في المدن التي حررناها تكريت تشكل مثلا حيث 90% من السكان عادوا إلى تكريت كان هؤلاء يعيشون في المخيمات وكانوا من النازحين داخليا الآن عادوا إلى تكريت معظم الأشخاص يريدون العودة إلى منازلهم ونحن نسعى إلى إعادة أعمار المناطق إنما إعادة الأعمار تتطلب وقتا طويلا ومبالغا كبيرة وبالتالي لجأنا إلى أمر آخر أسهل هو إعادة الاستقرار وذلك هو أنه ينبغي توفير عناصر رئيسية للمواطنين لكي يعودوا ينبغي أن تكون الطرقات آمنة وخالية من أي مواد متفجرة وينبغي أن يكون هناك البناء التحتية من طرقات ومستشفيات ومدارس هذا يتطلب موارد أقل ونحن نعمل على ذلك ليس فقط في تكريت بل أيضا في صلاح الدين حيث عاد السكان والآن في الأنبار بما يتوفر لنا من موارد محدودة نحن نعمل على إصلاح ما قد دمره تنظيم دولة الإسلامية وذلك ليس ما نحن المواطنين بالعودة نحن نوفر الخدمات الأستاسية والرئيسية الأشخاص مستعدون للعودة إلى منازلهم ويعملونهم على إعادة عمارها وبنائها إذا ما توفرت الخدمات الرئيسية هذا أمر أساسي علينا أن نعمل مع أوروبا فيه وفي أوروبا هناك الآن أزمة المهاجرين واللاجئين فالأعداد هائلة وأوروبا وأنا أعرف أن كثيرين من السياسين يعانون الكثيرون يريدون القومية أن تواجه الهجرة وربما البعض يفوزون في الانتخابات التالية في أوروبا ولكن هذا ما لا نريده لأن ذلك ينصب في مصلحة تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم الدولة الإسلامية يريد أن يحصل تضارب أو تصادم الحضارات بين أوروبا وبين التنظيم وذلك لكي يزداد عدد الشباب الأبذياء الذين ينضمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية نحن نريد أن نعالج المشكلة من جذورها نريد أن يعود العراقيون إلى مدنهم كي لا يكونوا مهاجرين في الخارج موضوع آخر نقشناه مع المستشارة الألمانية هنا في برلين هو المجموعات الإجرامية التي تهرب البشر وتتاجر بالبشر ولا تكافحهم الدول الأوروبية أو العالم بشكل مشترك بل تسعى كل دولة إلى مكافحتها بطريقة فردية هذه العصابات تدمر العائلات وتجبر وتلزم العائلات على بيع ما لديها من أغراض قيمة وتعيدها بالعيش في جنة في أماكن لا توجد فيها جنة وأعتقد أنه علينا أن نضع حدا لهذه المشكلة نحن مستعدين وجاهزين لتحقيق التقدم في هذا الإطار بالإضافة إلى الجيش عندنا قوات الحجد الشعبي وهي تتشكل من متطوعين عندما دخلت تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق انهارت بعض وحدات الجيش عندنا ولم يكن عندنا وحدات قتالية كافية للقتال وتطوع بعض المدنيين للقتال إلى جانب الجيش وكان عملهم فعال لأنهم يقاتلون من أجل دولتهم ومن أجل وطنهم دفاعا عن عائلاتهم وفي هذا الإطار هناك بعض المجموعات التي لا تسيطر عليها الدولة ونحن لن نسمح بذلك أي سلاح لا تسيطر عليه الدولة غير مسموح وغير مقبول ونحن نقاتل وجوده وينبغي إلغاءه قوات الحجد الشعبي قوات نظامية تابعة في عملياتها لقائد العمليات العسكرية وهي مثلها مثل أي وحدة عسكرية قتالية في العراق نعم عندنا مشاكل لأننا في حالة حرب وعندما تكون الدولة في حالة حرب يكون الوضع الأمني ضعيفا لأن كل الأجهزة الأمنية تحشد لخوض الحرب وبالتالي ترتفع معدلات الجرائم لقد حصل ذلك وشهدنا ذلك إنما بالرغم من الحرب باتت بغداد اليوم آمنة وسلمية مثل ما كانت عليه في العام 2003 الجميع يشهدون على ذلك السفراء والسكان الحياة الليلية تتحسن لأنه للمرة الأولى منذ العام 2003 ألغينا حظر التجوال وقد أزحنا وألغينا بعض بعض نقاط التفتيش لتسهيل الحركة والتنقل نحن ننجح لأننا نتواصل ونعمل معا من أجل الفضاء على الإرهابيين نحن في بغداد ليس عندنا جدران بغداد كبيرة هي عاصمة تضم 23% من سكان البلد ونحن نعرف أننا في تقدمنا ضد تنظيم دولة الإسلامية سوف يحاول تنظيم دولة الإسلامية مجدداً اللجوء إلى الإرهاب وإلى القصف وإلى التفجير من أجل القتل ومن أجل الاعتداء على المدنيين علينا أن نحمي شعب بغداد وذلك من خلال النقاط التفتيش ومن خلال جمع المعلومات الاستخباراتية معظم السيارات المتفجرة أو المفخخة وبنسبة 95% تأتينا من خارج بغداد ما فعلناه هو أننا نحاول أن نسيطر أو نضبط حركة الدخول والخروج من وإلى بغداد وقد وضعنا أجهزة تسمح بمراقبة تضفق الإرهابيين والسيارات المفخخة إلى المدينة وذلك في الواقع سوف يسهل على السكان الدخول والخروج من وإلى بغداد هذه هي نيتنا وهذا مسعانة المصالحة أساسية بالتأكيد وهي ركيزة رئيسية في إدارة نعمل عليها ونحن نركز على المصالحة الداخلية في الماضي كان العالم يتحدثون عن المصالحة الخارجية مع عناصر خارج البلد الآن لم يعد عندنا معارضين من خارج البلد هناك معارضين داخل الحكومة وأنا مسرور بوجودهم وأنا أدعو إلى إعادة تشكيلنا أو إعادة هيكلة في الحكومة لأن ذلك سوف يجعل من الحكومة أكثر فعالية فنحن نواجه مشكلة اقتصادية كبيرة وتقضي هذه المشكلة بأن يكون عندي فريق يعمل بالتعاون بدل أن يعمل كل على حدة ينبغي أن يكون الفريق فريقا متماسكا يعرف ما هي المشكلة ويعمل مع رئيس الوزراء على حل المشكلة فلا يمكنني أن أعمل على حلها بمفرد الإرهاب قاسن وهو مشكلة عالمية ينبغي أن نتحد من أجل مواجهة الإرهاب يجب أن نقضي على الإرهابيين وأمل أننا سنحرر النيناو في العراق هذا العام أعيدكم بذلك هذه المحافظة الأخيرة التي يسيطر عليها تنظيم دولة الإسلامية ولكن ماذا بعد ذلك إلى أين سيذهب تنظيم دولة الإسلامية إلى أين ماذا يحصل في سوريا سررت بالاتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا والذي يتوقع أن يدخل حيث تنفيذ الأسبوع القادم ينبغي أن نسعى إلى إنجاح هذا الوقف لإطلاق النار لأنه لا يمكن للوضع في سوريا أن يستمر على ما هو عليه في خلال خمس سنوات حصل دمار كثير وهناك الكثير من المنظمات في سوريا وقد شهدنا أن نحن سفك الدماء على يد تنظيم الدولة الإسلامية وينبغي أن نعالج هذه المشكلة ونأمل أننا مع حلول أو عندما نحرر نينو سوف يكون هناك وقف لتضفق المقاتلين من سوريا إلى العراق ينبغي أن أكرر ما ينبغي أن لا يسمح لأي مقاتلين أجانب أن يتواجدوا في العراق وكل الحلفاء في التحالف عندهم الصلاحية بتدريب القوات العراقية وتوفير الأسلحة أو تزويد الأسلحة وهي موجودة من أجل توفير المساعدة لحماية الجنود ولكن ليس عندنا جنود مقاتلين في الداخل غير الجنود العراقيين ما من جنود إيرانيين وما من جنود سعوديين وما من جنود أردنيين أو بريطانيين أو أستراليين هناك بعض الجنود المتواجدون في مخيمات التدريب الذين يشاركون في عمليات التدريب باستثناء تركيا التي أرسلت جنود قتالية من دون موافقتنا وقلنا أن هذا غير مقبول نحن دول مجاورة وإذا ما أردتم مساعدة العراق نحن من نقرر كيف تساعدون العراق ينبغي أن يكون لنا كلمة وأن نختار الدور الذي تطلع به ولكن أن ترسل تركيا جنودها إلى الحدود وتدخل إلى أكثر من 100 كم عن الحدود هذا غير مقبول ونحن نأمل أن يستمع إلينا أصدقاؤنا في تركيا نحن نريد أن نحافظ على الصداقة مع تركيا فهي دولة مجاودة لنا ولا يمكننا أن نقتعد عن بعضنا البعض علينا أن نعمل مع بعضنا البعض وعلينا أن نحل هذه المشكلة هذه أراضي عراقية ولا ينبغي أن تبقى القوات التركية من دون موافقتنا ونحن لا نريد أن تبقى هذه الجنود فهي تعزز من المشاكل بدل أن تحلها نحن بالتأكيد نرحب بمساعدة تركيا ولكن بطريقة مختلفة نحن نقدر كل الصداقات مع الدول المشاورة والدول في العالم الدعم الدولي كان كبيرا والدعم الإقليمي كبير ومهم وعلينا أن نعمل في إطار المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب شكرا جزيلا يمكن أن نستقي سؤالين أو سؤال سؤال واحد ربنا بي إيان تحدثت عن القوى الأمن العراقية وتحدثت عن الجاليات السنية هي لا تشعر بارتياح في ظل الميليشيات الشيعية ما هي الخطوات التي تتخذها لكي تعزز من وطنية الميليشيات الشيعية وفقا لدستورنا الميليشيات هي غير شرعية الميليشيات مرتبطة بحمل السلاع خارج نطاق الدولة وهذا غير مقبول نعم لدينا هذا الشيء أنا أتفق وهم خارج نطاق الحكومة نحن لدينا مشاكل مع هذه الميليشيات نحاول أن نصفيهم نحاول أن نضبطهم في قوة تحت جناحي الحكومة لقد خسرنا أراضي وسيطرت عليها داعش كانوا على تخوم بغداد وابتعدوا بعد ذلك ما أحدثه تنظيم الدولة في المجتمع العراقي هم كانوا يدقون إسفينا بين الطوائف وبين القليات وبين القبائل وهذا أفضل الكثير من الروح العدائية رأينا ذلك في سنجار ضد الأزيديين حيث بيعت النساء ورأينا ذلك ضد المسيحيين في الموصل وضد بعض الشيعة في بعض المرات وحتى ضد بعض السنة ولذلك هذا الثأر يجب أن يتوقف في بعض الأحيان قوات العسكرية ليمكنها فعل ذلك عندما تحرر أراضي كما حصل في تكريت تكشفت بعض المشاكل ولكنني أصلبت أوامر لتمسك شرطة بزمام الأمور ونحن نحاول فعل الشيء ذاته ليس لدينا مشكلة في الأنبار لدينا تسعة آلاف من الحجد الشعبي ولدينا شرطة محلية في الأنبار تسيطر على تلك المناطق نحن لا ننزع إلى تركي جيشنا داخل المدن نحن لا نريد أن نعود إلى الحقبة السابقة حيث سببت لدينا مشاكل نريد أن نوفر الأمنة للشرطة المحلية ولذلك طالبنا من قوات التحالف أن تدرب قوات الشرطة ونريد أن نسرع ذلك ونفعل ذات الشيء في نينا ولعم هناك مشكلة هناك عصابات إجرامية وبعضها وضعوا في السجن والكثير منها منهم واجهوا محاكمات ونحن نطلب من القضاء أن يكون أكثر نجاعة لمكافحة هذه الجرائم ونطلب من القوى الأمن أن تحصل على المعلومات لمقارعة هذه العصوات أن نتفهم المنظمات الإنسانية التي توفر معلومات ولكن من الصعوبة بمكان الوصول إلى حقائق من السهولة الحديث عن حدث ما ولكن من الصعوبة بمكان تحديد وقائعه هذا شيء صعب ونحتاج مساعدة الآخرين سؤال الأخير من سيد ديفيد إغنيشيس سؤال مقتضب لو سمحت ديفيد إغنيشيس من الواشنطن بوست قلت وعحم اللافت أنك تؤمن أن قوى الأمن العراقية يمكنها أن تسترد الموصل هذه السنة ولكن يبقى السؤال كيف ستستطيعون أن تمسكوا بزمام أمور الموصل كينيس روث أجبت على سؤاله وتحدثت عن الشرطة وتحدثت عن الشرطة السنية ولكن البرلمان هل يتعين عليه تمرير تشريع يسمح بتأسيس الحرس الوطني لأن بغداد ربما لن تسمح بذلك كيف يمكنك أن تذلل هذه العقبة وتسمح السنة في الموصل والأنبار بحكم نفسهم أعتقد أن هذا القانون لقد وفرنا هذا القانون أرسله من الحكومة إلى البرلمان في السنة الماضية وانتظرنا أشهر ولكن البرلمان لم يمرره أعتقد أنها ثمة مشاكل بين الكتل السياسية ولا أستطيع أن أنتظر ولذلك انطلقت في عملية أخرى أعني بذلك الاعتماد على الشرطة وهذا ما حدث في الرمادي الوحدات وحدات الشرطة هي أمسكت بزمام الأمور بعد تحريرها من قبل الجيش وبعد انسحاب الجيش وفرت هذه المناطق للشرطة المحلية لأننا استطعنا أن ندرب بعض وحدات الشرطة وهي قادرة على أمسك بزمام الأمور هذا هو الحل الآن وهذه أولئهم أشخاص محلية وهذا هو البديل لأن التشريع التعثر ولا أستطيع انتظار ما سيقرره البرلمان وبالتالي حاولت أن أتبع طبعا مسارا فريان آخر شكرا لكم شكرا لكم شكرا